الأحزاب كلها ما زالت صراحة ضمن المراوحة ضمن برامجها الانتخابية الكلاسيكية بما يخص موضوع الأمن موضوع اللاجئين موضوع حماية المناخ موضوع تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين يعني ما زالت الأحزاب كلها تراوح جنب بعضها البعض يعني أحدث الاستطلاعات صراحة الآن تقول أنه يعني بناء على الاستطلاعات الأمس والتي أجراها تلفزيون سيرفوس النمساوي يقول أنه حزب الـ FBO حصل على 26% مقابل 25% للأوفوبي ففعليا صار فيه تقارب ما بين الـ FBO والأوفوبي ومع الأسف ما زال الـ SBO ضمن الـ 21% الأخضر صعد إلى 10% والنيوز تراجع إلى 9% والكي بي أو وباقي الأحزاب فعليا حسبا يعني هذا الاستطلاع فعليا هي خارج خارج النطاق الدستوري والله هو 4% فبالتالي فبالتالي يعني على ما يبدو بصراحة أنا أعتقد بصراحة الأستاذ ممدوح دكتور ممدوح صراحة أنه أن الانتخابات والأسبوع المقبل فعلا مليء بالمفاجآت يعني فعلا أنا اليوم يعني كنا نشوف زيدي الكريم قبل الكارثة كنا نقول أن الـ FBO حتما متصدر لا الآن بصراحة الأوراق اختلطت الأوضاع اختلطت المعلومات والأمور الجديدة التي حصلت بالأخر يعني الأسبوع الأخير التطورات المؤسفة طبعا بأصد يعني فعليا هي ستحدد الانتخابات يعني سيكون عندنا تقريبا الـ FBO متقاربين جدا وهذا لا ينفي ولا يلغي أن من الممكن أن يصعد الـ FBO أيضا إلى نفس المستوى يعني اليوم نحن نشاهد أستاذ الكريم ثلاث أحزاب متقاربة بشكل كبير جدا فلا أعتقد أن أحد فعليا قادر على أن يتنبأ بشكل حقيقي من هو الأول والثاني والثالث يعني حاليا الشكل العام هو الأول الحرية إلى الشعب إلى الاشتراكي والباقي وراء بعض يعني إن كان الأخضر أو إلا إن كان النيوز طيب خليني برضو أخذ رأيك في حتة مع صعود الثلاث أحزاب الأولى دي بالانتلاقة دي والتقارب اللي موجودة هل تتوقع أو تتمنى حكومة اقتلافية صغيرة أم حكومة اقتلافية كبيرة ما شو أصدك تحديدا يعني هل ممكن أنت تتوقع أو تتمنى أن يكون هناك اقتلاف بين الحزب الأفاوبي والإس بي أو الأفاوبي والإف بي أو الإف بي أو الإف بي والإس بي يعني نحن ولا تأخذ الحزبين الصغيرين مع بعض وحزب من الحزب الحزاب الكبير يعني نحن أعتقد نحن مقبلين على حكومة نحن مقبلين على حكومة استاذنا مدوح بصراحة هي ما بين الشعب والاشتراكي أكيد ومن هو الثالث الله أعلم وهو حتما سيكون يا الأخضر يا النيوز ولكن صراحة القراءات القراءات بناء على الخبراء وبناء على المناخ العام وبناء على التوجه العام الإصلاحي شوفها الإصلاحي اليوم الشوق الأحزاب جميعها اليوم تنادي بالإصلاح بشكل أو بآخر ما فيها الشعب بما فيها الاس بي أو بما فيها الكذا فنحن أعتقد متجهين أو متجهون إلى حكومة فعليا ثلاثية شعب اشتراكي والنيوز هذا أعتقد الذي أرى وأنا أراه بصراحة هذا الأصلح إلى النمسا هذا الأصلح أنا لا أتمنى اليوم بصراحة تسألني أنا لا أتمنى أن يكون كارل نيهامر على رئيس الحكومة أنا أتمنى أن يكون السيد أندرياس بابلر على رئيس الحكومة لأنه دماء جديدة عنصر جديد حزب يعني صلوا فترة طويلة خارج الحكومة والقيادة بشكل عام هل يكون له تأثير سلب الموضوع هذا؟ نعم هل يمكن أن يكون له تأثير سلب أنهما بعيد عن الحكم من أيام سباسين كورت؟ لا 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 لن يكون تأثير سلب بالعكس الاس بي أو لديه خبرة طويلة وعريقة جدا في إدارة الدولة النمساوية ومعروف يعني بتاريخهم بصراحة وحزب الشعب مع الأسف يعني مليء بالمشاكل والعوالق السابقة من سباسين كورتس إلى كارل نيهامر والمشاكل كورونا أوكرانيا فلسطين ما إلى ذلك فبالتالي أعتقد أن الحزب الاس بي أو سيكون عنده القدرة الكبيرة على أن يخرج النمسا من دائرة الفوضى الموجودة فيها حاليا بصراحة والكارثة الأكبر أنه شاهد حكومة حرية مع حزب الشعب الشعب نعم يعني هنبقى التشويخ يفضل لغاية يوم تسعة وعشرين نعم مساء لبعد السادسة مساء وقالوا فلسطين